اشتركوا في القناة 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 نحن مسيرة موفقة والشفاء العاجل و لا يجعل الصحة كعائق و لا يجعل الشفاء العاجل و الله يصبر العائلة ماذا رسالة لديك للبسطاوي؟ الرسالة لديك للبسطاوي هو يحمل المشعل الوليد والله يرحمه أنا كنقول له يحافظ على ذلك المشعل يحافظ على الرسالة التي يجعل الوليد له و لا أخوه و بالنسبة للصحة و لا يجعله كعائق يكون خير و يلقى العلاج و يرجع للميدان الفنية و الاعتزال ليس جيدا بسطاوي ممتلين الشباب اللي يعطى بزاف الساحة الفنية المغربية و من الشباب اللي يقدموا بزاف الأعمال الفنية اللي بقى الحد الآن كالداول كيتفرج فيها الشعب المغربي و مؤخرا نسمع نب اللي يقدم الاعتزال ديالو و ما مكره هناش يزيد يعطى الساحة الفنية المغربية مازال أعمال و أفلام حتى عندنا نحنا كما يعرفوا نقص في الممتلين و بحالات الشباب يعطيوا بزاف الساحة الفنية و ما زال قداموا مسيرة كبيرة بغينا نعفوه السبب لاش عتازل و بقى قداموا طرق طويلة و من التمثيل و كما يقولوا موهبة و من الناس الموهوبين حتى كين اللي غيك يمثلوا و كين اللي عنده الموهبة كيستثمرها و من الناس الموهوبين بغينا ذلك الموهبة و استثمرها في الأعمال المغربية و ما عرفنا شراش و كنت ملوني الناجح في الحياة دياله و في المسيرة المعانية إلا بغي يكمل إن شاء الله و كنت ملوني نغربية ملوني نغربية و لم يتم تلك الفنية و تباهم الله و كنت ملوني و من الموهبة بحالة الدری بحالة البلية و ليس الموهبة كان خفيف لا تنسوش تزورونا على صفحة رسمية للا مولاتي واتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد